عاملين ايه ايه الاخبار يا رب تكونوا بخير النهاردة هنقش معاكم موضوع مهم قوي هو سانستف شوية فانا رتبت افكاري عشان اناقشكوا بطريقة ان شاء الله تلاقي قبول عندكم هتكلم معاكم عن موضوع السمنة او زيادة الدهون او زيادة الوزن الموضوع ده حساس جدا ومحتاجين ان احنا نناقشوا بطريقة موضوعية مرتبة كده علشان نفهم احنا ليه لازم الموضوع ده يبقى من اولوياتنا سواء لنفسنا لحد بنحبه نشجع نفسنا ونشجع غيرنا ان احنا نحارب السمنة او انه يبقى فيه وزن زايد السمنة مش حاجة بسيطة هي احنا بتصنف ان هي حالة طبية او مرض لازم نواجهه انه فيه وزن زيادة في الجسم دهون زيادة في الجسم لانه السمنة دي بتؤدي لمشاكل كبيرة جدا لازم نفهمها علشان نبقى مقتنعين انه الهدف انه مش نبقى موديلز الهدف ان احنا نبقى مش ideal weight وبس لأ مش لازم حتى ideal weight الهدف انه يبقى healthier weight وزن صحي وزن يساعدنا ان احنا نعيش حياة طبيعية وزن يساعدنا ان احنا نتجنب اي مشاكل من اللي انا هعددها لكم في الفيديو ده اول حاجة خلينا نفهم اسباب لازمنا طبعا في ناس كتير جدا السبب وراسي ما عنديش اي مشكلة بس هي برضو نفس الحل اللي احنا هنتكلم عنه في اخر الفيديو طيب في حاجة كمان تشجعك لو السبب وراسي ان انت متستسلمش ولادك الجيل اللي جاي ما تعودهمش انه هما يستسلموا لجسمهم كده ما تعودهمش انه يتقبلوا الموضوع زيادة عن اللزوم فنبقى بنعرض نفسنا لامراض ومشاكل كبيرة جدا اللي احنا هنتكلم عنها تاني سبب بقى واهم سبب للسمنا هي انه زيادة الاكل اللي احنا بناخده عن حاجة جسمنا زيادة الدهون زيادة السكر عن حاجة جسمنا وقلة الرياضة او النشاط الحرقي عموما فتبدأ تظهر بقى انه كل ده يتكون في هيئة دهون موجودة في الجسم طيب لما نبدأ نقول بقى انه خلاص فيه سمنة او فيه وزن زيادة انا مش بس عايزة بقى شكلي حلو او شكل مامتي او شكل اخويا او ابويا او سحابي او جوزي لأ انا عايزاهم انا بحبوهم انا عايز صحتهم تبقى كويسة انا عايز صحتي تبقى كويسة مش هعمل ده علشان خاطر حد انا عامله علشان خاطر نفسي علشان خاطر ده جسمي اللي انا عايش جواه اللي هو وجهتي اللي هو الحاجة اللي هتخلي نفسيتي حلوة علشان كده لازم نكون فاهمين انه السمنة ليها تبعيات اهمها هي انه اول حاجة على طول بتكون لستد انه السمنة بتأثر على الحالة النفسية وبتجيب اكتئاب طيب الاكتئاب ده مش علشان شكلنا الاكتئاب ده علميا نتيجة الدهون الزيادة اللي تكونت ومنها دهون البطن اللي هي بتخلي فيه هرمونز وحشة جدا بتخرج في جسمنا فبتجيب لنا اكتئاب وبيحصل اكتئاب تلاقي نفسك عايز تاكل زيادة تدخن زيادة تاكتائب زيادة فهي دايرة مفرغة لازم ما تستسلمش لها دي اول حاجة تاني حاجة بقى ضغط الدم بيبدأ يعلى لما بيبدأ يعلى ضغط الدم بندخل على حاجتين مهمين جدا القلب بتأثر المخ بتأثر ضغط الدم لما بيعلى بتبدأ نعلى عندنا خطورة الاصابة بالستروك الجلطة الدماغية اللي هي مش بتدخل كده وتعدي بسلام بتسيب اثار عند معظم الناس فلازم نتفادى خالص ان احنا نعرض نفسنا للجلطات الدماغية وانه ضغطنا يعلى لما ضغطنا يعلى كمان بيزيد الكوليسترول هيبدأ يزيد الكوليسترول الدار الLDL هيبدأ جسمنا ندخل في مخاطر تانية خالص اللي هي مخاطر الاصابة بالجلطة القلبية الغير مستقرة الهارت تاكس فاحنا عايزين نتفادى تماما انه زيادة ضغط زيادة كوليسترول كل ده هيزود عندنا الشرايين تبقى صلبة تصلب الشرايين ده هيزود لنا مشاكل احتمالية حدوث مشاكل في القلب فيبقى انا بدخل نفسي في حاجات كبيرة جدا طيب هيزيد الكوليسترول هتزيد الدهون في الدم هيزيد سكر الدم هلاقي نفسي دخل على حاجة مش لطيفة خالص هتبدأ تبوز حساسية الانسولين هيبدأ يعلى سكر الدم اكتر هنبدأ ندخل في مرض السكر من النوع التاني بعد كده في ناس الموضوع بيبقى متركز عندهم في الكلا وفي الكبد بتبدأ تزيد الدهون حوالين الكبد نبدأ ندخل في مشاكل فشل في الكبد ومشاكل كبيرة جدا في الكلا كمان وممكن تدخل برضو في مشاكل فشل في الكلا كل الحاجات زي يا جماعة ما بتظهرش في يوم وليلة كل ده بيظهر في وقته فإحنا عايزين نتفادى ان ده يحصل كمان بتظهر مشاكل كبيرة في الجلد لانه أو الـ تبقى دايما مصحوبة بثنيات في الجلد في أماكن معينة فدي بتعمل حساسية في الجلد أمراض جلدية عايزين نتجنبها كمان مهم قوي انه نكون فهمين انه النفس بيتأثر بتظهر حاجة اسمها سليب أبنيا او انه هو الشخص وهو نايم المخارج الهوى بتاعته بتبدأ بيحصل فيها ديق فبيحصل توقف للتنفس للحظات كده ودي حاجة خطرة جدا كمان الـ براشر العالي على المعدة وعلى المريء اللي هو أصلا رفيع فتبدأ تظهر انه أحماض المعدة تطلع على فوق على المريء وتظهر بقى اللي هو الجود اللي هو ارتجاع المريء والمشاكل القوية بتاعته الحمودة القوية السئيلة دي برضو بيكون السمنة بتتسبب في ده مهم جدا انه احنا برضو نفهم انه السمنة بتأثر على عظمنا على مفاصلنا على عضلات جسمنا عموما على كل عضلات جسمنا بتتأثر وكمان السمنة ويمكن مش ناس كتيرة قوي عارفة الموضوع ده ليها دور كبير جدا في موضوع العقم لانه السمنة بتقلل احتمالية حدوث الحمل عند الراجل وعند الست فلازم نكون فاهمين ده انه السمنة عامل من العوامل المرتبطة مباشرة بالموضوع ده كمان السمنة بتزود من مضاعفات الحمل وبعد الولادة كمان المضاعفات ده عشان كده حتى بنقول انه الطبيعي انك تكوني في وزن مثالي علشان بعد الولادة وفترة الحمل لسه في ويت زيادة تاع البيبي والحاجات اللي حوالينه فكل ده بيبدأ يأثر على جسمك وبيأثر على دمك بيأثر على عضلاتك بيأثر على ضغطك فعايزين نتفادى ان المضاعفات ده اللي هي بتأثر في الحمل على البيبي وبتأثر على الام كمان فعايزين مع بعض كده نشجع بعض على محاربة السمنة عايز اقولوك حبة ارقام كده updated من منظمة الصحة العالمية الارقام دي بتقول انه يعني مثلا في 2.8 مليون شخص بيموت في السنة بسبب ال overweight فاحنا لازم نفكر انه منفاش نستسلم لانه الارقام دي تبقى كده لو جينا على مصر هتلاقيوا انه فيه لو مثلا نركز تلكم في انه الاطفال لما لقى انه فيه حوالي 14% من الاطفال عندهم سمنة فيه حوالي 35% من الكبار عندهم سمنة يبقى احنا ما نفعش نستسلم للارقام دي ما نفعش نتقلم مع الموضوع او او نطنشه او ما ندلوش اولوية لا الموضوع ده لازم يكون الفترة اللي جاية من اولوياتنا كل واحد يهتم بالموضوع ده لانه صحتنا دي اهم حاجة صحتك النفسية صحتك الاجتماعية تبقى حواليك مين يشجعك على ان انت تبقى احسن صحتك النفسية انت تبقى مودك احسن صحتك الجسمانية بقى في اكلك وتاكل ايه وتعمل ايه وده الهيلس كوتشنج اللي انا دايما بتكلم عنه اللي هو انا درسته وعشان كده الموضوع مش موضوع اكل موضوع انه صحتك كلها تبقى عاملة ازاي خليني اقولكو انه مش عايزة قعد اقولكو امراض اكتر من كده كفاية بس خليني اقولكو انه علاج السمنة بسيط جدا بيبدأ من ان انت تغير نمط حياتك وهي حاجة مش حاجة هاخد خطوة وهاقف خلاص كده بقى هبدأ اريح لقى هي حاجة ان انت هتغير نمط حياتك للاحسن تركز في حاجة زي دي جدا الموضوع بيبدأ طبعا بالاكل الصحي والرياضة بنقول انه النسبة من حوالي 70% اكلك و30% رياضة الاتنين بيكملوا بعد وبعد كده في معينة ما تستسلامش ممكن تلجأ لحلول جراحية بتتأكد انها الحلول المزبوطة اللي هتتعمل بالشكل الصحيح ولازم برضو تكون فيهم ان انت هترجع لنا تاني لانه برضو لازم تزبط اكلك بعدها مش ان ان انت تعمل العملية او تغير حاجة وخلاص بعد كده هريح سواء انت غيرت حياتك بالاكل الصحي لازم تكمل على اكل صحي او غيرت حياتك بجراح او تدخل جراحي برضو لازم تكمل حياتك بطريقة صحية وتتأكد من انه انت بتتبع النظام الغذائي الصح او بتعمل الحاجة اللي صح لحالتك طولت عليكم قوي في الفيديو ده بس الفيديو ده مهم جدا بالنسبة لي واي هوب ان الرسالة توصل بالشكل اللي انا بتمنى وانا هتكون خفيفة على قلبكو وتشكر قوي ان انتو بتسمعوني وياريت تشجعوا كل اللي بتحبوهم على محاربة ومواجهة لسامنا وكلنا نشوف تغيير لشجعنا ان احنا نكمل على طول باي باي